بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين تحيي لكم وحبة المشاهدين أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم أصول الإيمان أحبة المشاهدين لا زال الحديث وعلى طاولة البحث بحث البداء عند أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم وعند شيعة أهل البيت ما هو مفهوم هذا البحث وكيف يمكن أن يركز في الأذهان بداية الحديث وبداية تتمة الحديث التحية لضيف البرنامج سماعات آية الله سيد فاضل جاور رحياكم الله وإلا وسلمكم الله يبارك بكم سيدنا وتتمة للبحث بعد أن تبين يعني معالم وجزء من بحث البداء ما هي الصورة المختصرة لمفهوم عقيدة البداء عند القرآن وشيعة أهل البيت صلوات الله عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ذكرنا نحن في ما مضى من أن عقيدة البداء لا بمعنى تغيير علم الله تبارك وتعالى أو أن الله بدى له أي لم يكن يعلم ثم علم كما قد تصور الآخرون وشنعوا على شيعة أهل البيت وعلى مذهب أهل البيت أنهم يقولون بالبداء وإنما بمعنى تغيير المصير والذي يرتبط بعلم الله عز وجل أيضا وليس تغييرا بعلم الله وإنما الله عز وجل بدل القضاء المرتبط في لوح المحوي والإثبات وإذا أردنا تلخيص العقيدة عقيدة البداء على ضوء القرآن الكريم وعلى ضوء السنة الشريفة فسوف نجد ذلك واضحا في القرآن وفي السنة الشريفة طبعا لا بد أن نقول أن كل عقيدة من العقائد تارة يحكم بها العقل وتارة يأتي بها النقل بشرط أن لا تخالف العقل يعني العقائد على نحوين هناك عقائد العقل يستقل بإدراكها مثل الاعتقاد بوجود الله عز وجل الاعتقاد بالتوحيد الاعتقاد بصفات الله تبارك وتعالى الاعتقاد بالمعات الاعتقاد بأصل النبوة الاعتقاد بأصل الإمامة هذه عقائد العقل بمجرد أن يتصور الموضوع ويتصور المحمول ويتصور نسبة المحمول إلى الموضوع فسوف يحكم بثبوت المحمول إلى الوقوف القضية ومن المسلمات يعني يحكم بثبوت هذه العقيدة أو نفي هذه العقيدة مثلا أنا مجرد أن أتصور أن الموضوع هو الخالق أن كل موجود يجب أن يكون له موجد صحيح كل مخلوق يجب أن يكون له خالق ولا يمكن لشيء ليس واجبا للوجود في نفسه أن يوجد من غير علة قد أخرجته من العدم إلى الوجود أنا لم أكن موجودا صحيح؟ أنا لم أكن موجودا ثم وجدت السؤال من الذي أوجدتني إذن لابد أن يكونك علة أخرجتني من حيز العدم إلى حيز الوجود هذه العلة ما هي إما أن تكون أنا خب ممكن الوجود يسموني أنا ممكن الوجود لأني لم أكن ثم كنت وبعد ذلك سوف لا أكون حينما أموت لما أخرج من هذا العالم سوف لا أكون فإذن أنا مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم صحيح؟ جيد هذه العلة التي أخرجت هذا الممكن الذي هو مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم إما أن تكون ممكنة أيضا فيأتي نفس السؤال عليها وهكذا نسأل عن علتها ثم إذا كانت هناك علة بعدها هذه العلة إذا كانت أيضا ممكنة أيضا نسأل عن تلك العلة التي أخرجت ذلك الممكن إلى أن تنتهي السلسلة إلى علة ليس فوقها علة بمعنى أن تكون واجب الوجود ولا تكون ممكن الوجود وهذا هو الله عز وجل الله نحتقد بأن الله وجوده من ذاته لذاته بذاته وليس مكتسبا ومأخوذا من وجود شيء غيره هذا العقل شوف لمجرد أن يرى القضية بهذا الشكل إذا لا بد أن يحكم بثبوت هذه القضية ثبوت هذا الموضوع وهو أن هناك موجد أن هناك خالق وأن هذا الموجد وأن هذا الخالق يجب أن يكون واجبا للوجود ولا يمكن أن يكون ممكنا للوجود بالمقابل هناك أشياء ينفيها العقل حينما يتصورها مثلا العقل حينما أدرك أن هناك شيء اسمه واجب الوجود صحيح يدرك أنه يستحيل أن يكون لذلك واجب الوجود ولذلك الإله ولذلك الخالق شريكا معه في الوجود صحيح لماذا؟ لأن الشراكة تعني وربما يتعارض مع هذا المفهوم الذي يفضلتم الشراكة تعني انقسام انقسام الحقيقة وانقسام الوظيفة يعني حقيقتهم منقسمة اثنين حقيقتين عندي هذا حقيقة رقم أليف وحقيقة رقم باء والوظيفة تختلف هذا له وظيفة رقم أليف وهذا له وظيفة رقم باء هذول يتقاطعون أو لا يتقاطعون يتفقون يتحدون هذا في الواقع العقل بمجرد أن يدرك هذا سوف يحكم بنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى لما نأتي إلى عقيدة البداء هنا أردت صورة فإذا بعض العقائد قبل أن أقول بعض العقائد العقل يستقل بإدراكها جيد؟ العقل يستقل بإدراكها بعض العقائد العقل لا يستقل بإدراكها العقل لو يفكر ألف سنة هل يدرك بأن هناك شيء اسمه برزخ ما بين الدنيا والآخرة وهي حياة الإنسان ما بعد الموت في القبر القبر إما أن يكون روضا من رياض الجنة أو يكون حفرة من حفر النيران هل أن العقل يمكن أن يدرك مسألة البرزخ؟ لا هل أن العقل مثلا يدرك أنه يجب أن يكون الأنبياء مئة وأربعة عشرين ألف نبي والرسل يجب أن يكونوا ثلاثمية وتلتعش رسول وأولي العزم يجب أن يكونوا خمسة أنبياء من أولي العزم؟ لا هل العقل يدرك بأنه يوم القيامة هناك شيء اسمه صراط وشيء اسمه ميزان وشيء اسمه تطاير الكتب وشيء اسمه كذا؟ هل العقل يدرك هذا التفاصيل؟ أهل العقل ما يدرك هذا التفاصيل؟ خب هل العقل يدرك أن هناك شيء اسمه ملائكة وهناك كتب وإلى آخره؟ أيضا لا ما لا علاقة شوف هذه أمور أمور إخبارية جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى فأخبرنا بوجود هذه الأشياء نحن بعد أن صدقنا الوحي من خلال إقامة الدليل الوحي لما جاء النبي جاء بالقرآن الكريم ودع النبوة هل قبلنا نبوة النبي هكذا؟ أو بعد أن أقام الدليل المقنع بأنه بالفعل رسول من الله سبحانه وتعالى أكيد بعد أن أقام الدليل على أنه رسول من الله وأن هذا القرآن هو كلام الله نحن قبلناه كنبي وهناك كثير من الحجج التي أسست لهذا العقل حتى يصير باتجاه الإيجابة العقل هو الذي يدرك العقل هو الذي آمن بالنبي وآمن بكتابه الذي هو القرآن خب بعد أن آمن بالنبي وآمن بالقرآن أليس من المفترض أن كل ما يقوله القرآن ويقوله النبي بشرط أن لا يتعارض مع العقل أيضا نقبل به ونؤمن به أو لا إذن تارة أن نفهم من القرآن شيئا يتعارض مع العقل مثل جماعة الآخرين حينما فهموا بأن الله يرى أو بأن الله يجلس على العارش كما أجلس أنا على الكرسي هذا أو بأن الله له يد وله رجل وله عين وله أنف وله فام وقالوا بتجسيم الله عز وجل فهموا من ظواهر بعض الآيات التي تحمل على معنى آخر غير المعنى الظاهري الذي فهموه وتبنوا عقيدة اسمها عقيدة التجسيم هل يمكن أن نقبل هل يمكن للعقل أن يقبل بهذا إذن أنتم تثبتون للعقل نقول العقل لا يقبل بهذا لا زال العقل هو الحاكم نعم العقل هو الحاكم نقول فالعقل إذن لا يقبل بهذا صحيح إذن العقل لا يقبل بالفهم غير الصحيح إذن ماذا يقبل القضية التي العقل يقبل بها وقد جاء النص بها نحن ألسنا منزمين بالإيمان بها حتما ألسنا أو لا حتما هذا مقتضى الإيمان بالقرآن هذا مقتضى الإيمان بالنبي أننا نؤمن بما جاء به آمنا بما جاء به الرسول أليس كذلك وأطيع الله وأطيع الرسول وهذا القرآن الكريم هو كتاب الله وهو يريد أن يخرجنا من الظلمات إلى النور يريد أن يبين لنا العقيدة يبين لنا الشريعة يبين لنا الطريقة التي نعيش فيها ونحيا فيها حتى نصل إلى غاية خلقتنا ووجودنا في هذه الحياة الدنيا أليس كذلك؟ جيد فإذا جاء القرآن بعقيدة معينة أنا أريد أن هذه المقدمة أريد أن أصل به إلى هذه الحسنة للمطلب طبعا لا بد أن أقدم هذه المقدمة حتى يكون متبنة حتى يكون موضع اتفاق بيني وبينك يا أخي بيني وبينك حتى يكون موضع اتفاق فإذا جاء القرآن بعقيدة من العقاعد والعقل لا يرفض تلك العقيدة ويقول هذا الفهم خطأ أليس واجبا علينا أن نؤمن بها أو لا؟ حتما بناء على المقدمة بناء على المقدمة البداء نرى البداء أولا سؤال هل هو عقيدة قرآنية ونبوية أو لا؟ هذا أول سؤال نقول نعم إنه عقيدة قرآنية يعني جاء بها القرآن الكريم وعقيدة نبوية بمعنى جاء بها النبي صلى الله عليه وآله جيد السؤال الثاني هل أن هذه العقيدة القرآنية والعقيدة النبوية هل تتنافى مع حكم العقل أو لا تتنافى مع حكم العقل وربما هذا السؤال هذا السؤال الثاني ضروري هذا السؤال الثاني سؤال ضروري الجواب نحن لا نرى أن هناك تنافيا بين القول بالبداء و قول العقل حكم العقل كيف البداء بالمعنى الذي نحن فسرناه للبداء بالمعنى الذي هم فهموه يا حبيبي يا عزيزي أنا أركز على القضية هذه فرق ما بين البداء الذي نحن نعتقد به ونؤمن به ونتبنى والبداء الذي يفهمه الآخرون إذن ما الذي فرق بين هذا الفهم وعنه أنا أقول الذي أنتم فهمتموه من البداء ورففتموه نحن أيضا نرفضه ونحن أيضا نعتقد بأن العقل لا يقبل به جيد اتفقنا جيد إذن ما البداء الذي نحن نؤمن به والذي يجب عليكم أنتم أن تؤمنون به بل أنتم تؤمنون به ولكن لا تقولون هذا البداء خب سميه ما شئت يا حبيبي يا عزيزا لا تريد أن تسميه بداء شو تريد تسميه؟ ماذا تريد أن تسميه؟ أنا أسألك هذا المحتوى هذا المعنى الذي يجب أن تؤمن به وإذا لم تؤمن به فأنت كافر أنت كافر 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 بنص القرآن كافر بنص النبي صلى الله عليه وآله ماذا تريد أن تسمي؟ سميه براحتك ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة بالتسميه لا مشاحة في التسميات ولا الأصطلاحات المهم المحتوى خب تعالوا خنشوف هذا البداء الذي نحن نؤمن به والذي قلنا شنو؟ ليس المقصود به أن الله ظهر له وبدى له ما لم يكن يعلم هذا لا نؤمن به ونكفر به ونكفر بكل من قال به جيد؟ إذن ما الذي نقول به؟ نقول البداء هو تغيير المصير وكل سواء التغيير والمتغير هو موجود في علم الله مسبقا يعني الله عالم مسبقا بأنه سوف يغير تماما مثل الطبيب الذي يكتب وصفة إلى المريض ويقول له اقمل الوصفة ثم ارجع لي هو يعلم أن هذا الدواء له مدة وله شروط وله ظروف هذه الوصفة ثم يعلم بأنه إذا حدث كذا فيجب أن يغير وصفته ماضح؟ يغير وصفته يعلم ويعلم أنه سوف يغير وصفته عند حدوث هذا الأمر الطارئ وحدث ذلك الأمر الطارئ الذي أخبر به والذي علم به ذلك الطبيب ثم غير وصفته الطبيب بما تتلاءم مع الحالة الجديدة للمريض هل هذا يعتبر أن الطبيب كان جاهلا ثم علم؟ لو من البداية أن الطبيب هو يعرف وعنده حالتين ومتوقف على حالة المريض حالة المريض مرتبطة بنفس المريض ما مرتبطة بنفس الطبيب الطبيب عنده حالتين حالة كذا وحالة كذا تعالوا خلنشوفها موجودة في القرآن موجودة في السنة أو لا الله تبارك وتعالى حينما جعل الإنسان في هذه الدنيا وكتب له قدرا مقدرا وجعل له حياة وقال له بأنك إذا فعلت كذا فسوف تنال كذا وإذا فعلت كذا فإنك سوف تنال كذا صحيح يعني جنابي وجنابك إذا شربنا السم نموت له ما نموت وإذا ما شربنا السم يمكن أن نموت يمكن أن نموت صح إذا أكلنا الطعام النظيف نتغذى إذا أكلنا الطعام الفاسد نمرض صحيح أو لا الله عز وجل قال الإنسان بأنك أي إنسان إذا عملت الصالحات وأصبحت مؤمنا فسوف الله عز وجل يعطيك الخير والبركة في حياتك وما بعد مماتك وسوف تكون من أهل الجنة والنعيم وإذا فعلت المعاصي والذنوب واتبعت الشهوات واتبعت الهوى واتبعت الشيطان الرجيم فإنك سوف تكون من عباد الشيطان وعبرة الطاغوت وسوف تنال الشقاء في الدنيا والآخرة إذا غيرت كنت شقيا وكذا ندعي دعاء اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم امدد لي في عمري وأوسع علي في رزقي وإن كنت عندك في أم الكتاب بشقية فاجعني سعيدة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب أذن التغيير في اللحظة والدقيقة والساعة واليوم والأشهر وهكذا مستمر نغير نغير شوف القرآن ماذا قال تبارك وتعالى في سورة الرعت قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يعني الله عز وجل جعل سبب تغيير مصير الإنسان بيده حينما هو يغير ما في نفسه الله ما قال له يقول له أمر حغير وضع كل رح غير وإذا هو ما غير ما في نفسه بقى هو كما هو بقى إنسان كما هو يعني مثل الأستاذ يقول الطالب يقول له إذا درست وصرت شاطر رح تنجح وإذا ما درست وبقيت خامل رح تنجح أيضا ورح ترسب بالمدرسة حتم لا تنجح حتم لا تنجح سيد بناء وبهذه الدقيقتين المتبقيتين من الجزء الأول يعني وضحتم يعني قاعدة أن هناك مفهوم وأن هناك مضمون للبداء يعني في ظل المضمون الذي يتفق عليه الجميع ويجب قلتم في أنهم يجب أن يؤمنوا به لأنه من لم يؤمن به قد كفر لكن هناك اختلاف يعني المفهوم ربما أين العلة في الاختلاف العلة سوء الفهم يعني الشخص لمن يأتي هو طبعا اللغة قلنا نحن سابقا أن اللغة البداء باللغة بمعنى أن ظهور بعد الخفاء تصوروا أن الذي نعتقد هو نفس المعنى اللغوي بمعنى أن الله كان هناك أمر خاف عنه ثم علم به بابا نقول هذا ليس ما نعتقده في مفهوم معنى البداء هذا ليس هو الذي نفهمه هذا ليس هو الذي نعتقد به هذا المعنى نحن نكفر به وإدم المقصود تغيير التغيير في المصير وإنما المعنى التغيير في المصير التغيير كما أقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه اسمع في آية أخرى يقول تبارك وتعالى قال ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده يعني هناك أجلين أجل ثاب أجل متغير وأجل ثابت وأجل مسمى عنده في اللوح المحفوظ لا يتغير لا يتبدل كذا شنو الأجل يعني ليش عنده أجل إنسان جنابك أنت تنطي صدقة وتروح السافر أعطي صدقة وأسافر سبحان الله الله يدفع عنك حادث قاتل كان مقرر أنك ماذا أنه سوف ترقى الحياة ربما حسنتم لا ما أدفعت صدقة بذاك اليوم سبحان الله سافرت من دون أن تدفع صدقة المقدر في لوح المحو والأثبات يحدث أو لا يحدث إجاك الأجل هذا الأجل إذا دفعت الصدقة الأجل سيرتفع لكن يبقى الأجل المسمى رح يبقى ما تغير شوف بعدين أفصل بهذا رح يجيك هذا انظر إلى قول تعالى في آية أخرى يقول أن العمر يقبل الزيادة ويقبل النقصات هذا أيضا ضمن الأعمال وضمن ما متروك للإنسان في أي قدر أعمال الإنسان هي التي تحدد نعم أحسنتم أعمال الإنسان هي التي تحدد طبيعة عمر الإنسان زائد أو ناقص انظر طالع الزوجر انظر إلى قول بدأ البحث يعني يشوقنا للدخول بعمق لكن اسمحنا جنب السيد للذهاب إلى فاصل وأنتم وحبة المشاهدين لا تذهبوا بعيدا لكي أن نركز البحث أكثر نذهب إلى فاصل قصير ونعود للجزء الأخير تافقونا تحية لكم أهلا بكم وحبة المشاهدين لا زال في ظل تتمة الحديث ولا زال مفهوم البداء عند شيعة أهل بي صلى الله عليه وسلم وعليهم بحثا وموضوعا لحلقتنا وجدوا الترحيب بسماحة آية الله السيد فاضل الجابر رحيكم الله سيدنا وأنا مسلم بكم الله يبارب بكم سيدنا الجزء الأول غادرنا مفهوم البداء ولازمنا عنده مضمون البداء الذي قلتم في أنه يجب على الجميع الوقوف عنده والإيمان به ووقفتم عنده نقطة جدا مهمة تفصل المفهوم عن المحتقد والذي ينبغي أن نقف عنده تفضلوا قلنا أن العمر العمر مثلا يمكن أن قابل للزيادة وقابل للنقصان من خلال أعمال الإنسان ولكن كل ذلك سواء زاد العمر أو نقص العمر فهو محفوظ في كتاب معين يعني محفوظ في علم الله عز وجل الذي لا يتبدل ولا يوجد شيء جديد أبدا شوف القرآن واضح في هذا القضية يا أخي شوكت إحنا ما جبنا عقيدة ليست قرآنية لكن وقد تعال حاسبني هذا أنا جب لك عقيدة هي من محتوى القرآن إما أن تؤمن بالقرآن وإما أن تكفر بالقرآن فهي قضية تخصك بعد أنت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ننظر ماذا يقول القرآن الكريم يقول وَمَا يُعَمَّرْ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُورِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ سورة فاطر آية دعش سواء عمر المعمر أو نقص من عمره هذا وين؟ في كتاب إذن الكتاب حافظ للنقيصة والزيادة موجود فيها النقيصة والزيادة أو لا؟ الأثنان هذا الكتاب إلا في كتاب يعني في قضاء هذا اللي هو يسجنه الكتاب الله في اللوح المحفوظ الذي لا يطرع عليه التغيير ولا التبديل القرآن الكريم يقول سواء نقصنا من عمره سواء زدنا من عمره كل ذلك مكتوب عندنا بأننا سوف نزيد في عمره أو أننا سوف ننقص من عمره أو إنه إذا فعل كذا فزوف يزداد عمره وهو سوف يفعل كذا ويرح يزداد الأمره واضح؟ شوف بعد القرآن ماذا يقول؟ في أن الأعمال الصالحة والطالحة تؤثر بحياة الإنسان انظر إلى قوله تعالى قال تعالى في سورة الأعراف 96 يقول وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فتح البركات من السماء والأرض مشروطة مشروط بماذا؟ حسنتم بالإيمان والتقوى من اللي يؤمن؟ نعم الآن ذكرنا من شاء فليؤمن الله يقول من شاء فليؤمن يعني أنا بمشيتي أكون مؤمن مشيتي أكون كافر مشيتي أكون تقي مشيتي أكون فاجر مو؟ نعم وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاها فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَا شنو؟ من زكاها وقد خاب الشخص الذي هو يزكي إذن أنا أزك نفسي أنا أجعل نفسي طاهرة أنا أجعل نفسي مؤمنة بيدي أنا الآن على مفترق طرق بيدي أسير بهذا الطريق بيدي أسير بهذا الطريق طبعا الكل بتوفيق الله وكل حتما وربما هذه نقطة التي نقولها في أننا عندما يكون هناك ما يحدث وما يطرق بيد من؟ بيد الله حسنتم كله بيد الله يكمن المفتن في معرفة الله بالأمر نعم في الواقع نحن حينما نقول بأن أن الله عز وجل يذكر في كتابه بآية واضحة بقوله ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده هم الكتاب يعني يمحو ويثبت إذن الله تارة يمحو وتارة يثبت لا يمحو يثبت هذا المكتوب المكتوب السابق يوقع على ما هو عليه يعني الله حينما خلق الإنسان كتب له قدر أنت أيها الإنسان سوف تعيش سبعين سنة سبعين سنة إلى هذه السنة لكل أجل كتاب وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون أبدا كل مجال ما يكون الله سبحانه كتب على الإنسان أيها الإنسان أنت ولدت في سنة ألف وتسعمية مثلا من سبعين وسوف تموت في سنة ألفين خمسة وعشرين سيد هذا مكتوب على الإنسان هذا هذا ثابت ما يتغير الله يقول لا يمكن أمسح يمح الله ما يشاء يمكن أمحي أمحي يمكن زيده يسوي مية ويمكن نقصه يسوي خمسين أو أربعين أو ثلاثين ليش لماذا الله عز وجل يجعله طويلا مئة ولماذا الله عز وجل يقصره ليجعله أربعين أو ثلاثين لماذا ما تركون للمرأة لماذا لماذا الجواب أعمال الإنسان إنما هي كما يقول النبي صلى الله عليه وآله إنما هي أعمالكم ترد إليكم أنت أنت أيها الإنسان الله يبارك لك في عمرك يبارك لك في حياتك يبارك لك في رزقك يبارك لك في كل شيء الإيمان والتقوى هو سبب نزول البركات وفتح البركات شوف أنظر إلى قوله تعالى أنظر أنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله يقول الصدقة يقول الصدقة تحول تحول الشقاء الصدقة تحول الشقاء سعادة وبر الوالدين يزيد في العمر واصطناع المعروف يقي مصارع السوء هذا كله أثر كلها نتائج أنتم تتحدثون عن نتائج أثر مثلاً هنا في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام يقول صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتسهل الحساب وتنسئ الأجل إذن نحن أيها الإخوة يا أهل العزاء نحن نعتقد بهذا الذي نسميه بداءاً يعني تغييراً تغييراً بداء يعني تغيير من خلال القرآن وهذه العقيلة لا تتنافى مع حكم العقل بل العقل يؤمن بها بل سلمنا لها لأننا وضعنا العقل هو الفاصل أحسنتم سمع سيد هل يوجد أثر أو نتائج أو فوائد للقول بالبداء يعني بصورة أخرى ما هو الأثر التربوي للاحتقاد بالبداء يا أخي كل إنسان هو معرض للخطأ كل ابن آدم خطأ كل إنسان معرض لأن يتبع الشهوات هل أن الإنسان لو تعرض للأخطاء وسار بالطريق المنحرف وسار بالطريق المعوج وابتعد عن الله وترك العبادة وترك الالتزام وأصبح إنساناً فاسقاً فاجراً سكيراً خميراً إلى آخره خب لو لم يكن هناك تغيير في المصير وأن الله عز وجل يمكن أن يفتح له باباً للرحمة يغير بها حياته هذا الإنسان يعيش حالة اليأس والإحباط وسوف لن يعود مرة أخرى إلى الطريق الصحيح وإلى الإيمان إذن لا معنى لأن الله عز وجل يقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً لا معنى لأن يقول النبي صلى الله عليه وآله إن الله لا يفرح بتوبة العبد كما يفرح الضمآن بشربة الماء لا معنى لكل ذلك لا معنى لأن الله عز وجل يأمرنا بالإيمان أصلاً شخص كافر كافر يأتي النبي يقول تعالى ادخل الإسلام لماذا يقول أدخل الإسلام أنا كافر خلاص مكتوب علي كافر فإذا لو كان القضية رفعت الأقلام وجفت الصحف كما هم يقولون لا يوجد داعي للأعمال هكذا يقول يقول أن النبي قال لابن عباس يا ابن عباس كذا يا ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف أي أقلام وأي صحف أي أقلام وأي صحف والله عز وجل أعطى للإنسان بابا مفتوحا لكي يعود إليه ولكي يغير مصيره من حالة الانحراف إلى حالة الاستقام من حالة الكفر إلى حالة الإيمان من حالة الظلال إلى حالة الهداية من حالة البعد عنه إلى حالة القرب منه من حالة قطيعة الرحم إلى حالة صلة الرحم عجيب يا أخي إذن كيف هو الأثر التربوي والأثر الروحي والاجتماعي للقول بالبداء أليس هذا أثرا عظيمة؟ أحسنتم سمعت سيد وربما قلتم بأن الاعتقاد بالبداء لا يلزم القول بأن هناك تغيير في علم الله للأمور يعني بناء على هذا ما قدمتمه ما هو مفهوم البداء؟ ما هي فكرة البداء؟ البداء هو عبارة عن الله عز وجل يغير مصير الإنسان يغير ما كتب على الإنسان الذي هو في لوح المحو والإثبات نرجح ونقول وليس في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ لا يتغير لا يتبدل خلصنا؟ نعم هناك لوح ثاني اسمه سماه القرآن لوح المحو والإثبات يمحو الله ما يشاء هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا اسمه لوح المحو والإثبات نعم والذي يسمونه بالقضاء المخروم نعم والذي يسمونه بالأجل في قبار القضاء المبروم والأجل المسمى إذن عندي لوح محفوظ اللي معاشنه قضاء مبروم نعم اللي معاشنه أجل مسمى هذا لا يتغير لا يتبدل ليس فيه أي بداء هناك بالمقابل قضاء اسمه قضاء مخروم نعم هناك شيء اسمه أجل هناك كتاب اسمه الكتاب المحو والإثبات هذا يقع فيه التغيير ويقع فيه على حسب أعمال الإنسان المقصود بالبداء وهذا ليس شيئا سواء حسنتم سمحت سيد كل شيء موضوع فما هو موضوع البداء طبعا وهل يتعارض يعني مفهوم والاعتقاد بالبداء مع الاعتقاد بالقضاء والقدر ذكرتمو لكن نريد أن نعرف لا يتعارض موضوع البداء هو القضاء المخروم نعم وليس القضاء المخروم هو الأجل وليس الأجل المسمى هو لوح المحو والإثبات وليس اللوح المحفوظ نعم أنتم تتحدثون عن آيات قرآنية تتحدث بهذا نعم قرآنية وحاجة إذن لماذا الاختلاف إذا إذا يا حبيبي الاختلاف قلنا هؤلاء تصوروا بأننا نقول بالبداء بمعناه اللغوي ولكن نحن لا نقول بالبداء بمعناه اللغوي هذا اشتباه منهم فهموا ما نقول خطأا ومن هنا يقول الإمام الباقر عليه السلام من الأمور أمور محتومة شوفوا هذا حديث مهم جدا حتى بيكم مع قيدة أهل البيت عليه السلام في البداء وابحة في هذا الجانب يقول من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة إذن هذه المحتومة تأتي لا محالة أو لا أبدا كون الموت إنك ميت وإنهم ميتون خلص ما بيكل مجال الموت يأتي أما متى الموت كيف الموت هنا يسر البداء وابح متى الموت فرق بين الموت وبين متى يموت وكيف يموت كيف يموت متى يموت بدأ يبقى أما نفس الموت بيبداء له لا لا يوجد أصلا الرزق مضمون كل نفس تعيش في هذا الدنيا الله يعطيها رزقها ولكن كيف تأخذ الرزق أي رزق في أي مكان في أي زمان ما معلوم الله يقول ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت يقول الإمام من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقوم منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء هذا الإمام الباقرة عليه السلام يقول ذلك كذلك الإمام الرضا عليه السلام يقول يخاطب أحد أصحابه اسمه سليمان المروزي قال يا سليمان إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله تبارك وتعالى يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء يؤخر ما يشاء يقدم ما يشاء أمور موقوفة يعني شين موقوفة موقوفة على غيرها مرتبطة بغيرها إذا حدث معدنا نقول القضية قضيتين هناك قضية حملية وقضية شرطية نحن نتكلم بشوي القضية قضيتين القضية على نحوين قضية حملية قضية شرطية القضايا الحملية هي القضايا التي تكون قضايا إخبارية تريد ثبوت المحمول إلى الموضوع أو نفي المحمول عن الموضوع أنا أقول الهواء حار قضية ما تقبل غلط الهواء حار يمكن أن تكون مطابقة للواقع يمكن أن لا تكون مطابقة للواقع فإذا كانت مطابقة للواقع فتعتبر قضية صادقة وإذا لم تكن مطابقة للواقع تعتبر قضية شنو كاذبة هذه القضية الحملية القضية الثانية القضية الشرطية هناك مشروطة مشروطة قضية شرطية من اسمها اللي بيها إذا إذا أو غير إذا من أدوات الشر أقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود جيد؟ هيسمونا القضية مشروطة بهذا الشيء يعني النهار لا يطلع إلا مع طلوع الشمس إذا الشمس ما طلعت النهار ما طلعت صح؟ زين فأنا أقول لك أكرم زيد إن جاءك يوم الجمعة جيد؟ أكرم زيد أنطيك أمر أقول لك اكرم زيد إن جاءك يوم الجمعة خب إذا لم يأتيك يوم الجمعة لا زال الوقت بعيدا على الجمعة لا تكرموا الشرط موقوف يقول المشروط عدم عند عدم شرطه شنو المشروط؟ يعني المشروط معدوم إذا شرطة ما تحقق لأن الشرطة للمشروط مثل العلة للمعلول وإذا انتفت العلة ينتفي شنو؟ المعلول إذا ماكو مصباح الآن إذا ماكو مصباح بهذا الستوديو أكو ضوة إذا ماكو ضوة ظلمة ماكو ضوة مين يجي الضوة؟ صحيح؟ إذا ماكو ميكروفون ما يسمحون الصوت إذا ماكو كاميرا ما تلوث سجن برنامج؟ وهكذا وهي قضايا شرطية فهنا أقول هكذا إذا فعل الإنسان إذا فعل الإنسان ما يوجب تغيير المصير فإن مصيره سوف يتغير قبل أن تذهب الأجهزة التي قلتم عنها سمحت سيد نختم الحلقة طبعا هناك نقطة جدا مهمة في أن أنتم تقولون كل هذا يعني النتائج لأفعال الإنسان والله تبارك وتعالى هو من ترك له حتى يرتقي بنفسه ومن هنا يأتي التفاوض في أن الله عادل والتفاضل بين الإنسان هو من يجعل لنفسه هذا التفاوض هو هو الذي يقرر مصيرها أحسنتم كل شكرا الله عز وجل أعطر الإنسان طريقين وهديناه النجدين وجعل سلوك أحد النجدين بيد الإنسان إن شئت هذا وإن شئت هذا وكله داخل تحت مشيئة الله وكل ذلك داخل تحت إرادة الله وهو فيه علم الله العلم الذاتي الذي لا يتغير أما العلم هذا الذي يتغير هو العلم الفعلي والذي تركه الله بمشيئته إن شاء الله فيديوم نبين إن شاء الله الفرق هناك علمين علم لله هناك يسمونه علم الذاتي لله وهناك يسمى العلم الفعلي لله إن شاء الله للحديث تتم سماعة آية الله سيد فضل جابري كل الشكر والتقدير لما تفضلتم به حياكم الله وشكر مصول لكم وحبات المشاهدين وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة على أسبوع جديد إلى ذلك الحين تحية لكم مني ومن كادر العمل للقاء شكرا سيدنا شكرا